مدينة البندقية من مدينة الموصل فصل جديد من فصول المعاناة التي تمر بها محافظة نينوى ما خلفته سني الحرب من دمار يتجلى مرة أخرى في السيول التي تشهدها مدن المحافظة لا سيما الموصل في ظل انهيار البنى التحتية ومحدودية الإمكانيات المتوفرة للتعامل مع الفيضانات تساقط أمطار غزيرة أدى إلى ارتفاع المياه إلى مستوى لم تعهده مدن المحافظة منذ زمن طويل فبعد أن اشتاحت السيول العديد من المحافظات العراقية بدأت نينوى الأكثر تأثرا بسبب حجم الدمار الذي تعيشه المحافظة بعد العمليات الحربية الطاحنة التي جرت لاستعادتها من تنظيم الدولة ولم تشهد بعدها أي عمليات إعمار يعيد ولو جزءا من بنيتها المدمرة وتسببت هذه الفيضانات بخسائر مادية كبيرة كما أغرقت المئات من المنازل والأسواق والأقبية وتبين الصور التي نشرها ناشطون دخول المياه إلى البيوت والمحلات التجارية كما تظهر تضرر العديد من المزارع ونفوق أعداد من المواشي وكانت الأحياء الشمالية من المدينة الأكثر تأثرا بالفيضانات جراء عدم الخدمات فيها بشكل كامل كل البيوت مالها تعبانة فاتع اليوم ما أضل عندهم لا ثلاجة لا براد لا فرش أي شيء ما أضل عندهم نحشيها كلها عامية وفي الوقت الذي طالبت فيه السلطات الحكومية من السكان البقاء في منازلهم على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا وفرضت حظرا للتجول تأتي موجة السيول لتعقد من محاولات احتواء الفيروس في البلاد واستدعوات لإعلان حالة الطوارئ في نينواء بسبب الفيضانات التي أودت بحياة مدنيين وشردت آخرين السيول التي تجتاح نينواء تبين حجم الجريمة التي ارتكبت بحق المحافظة لا سيما مدينة الموصل التي تعرضت لتدمير شبه شامل في بناها التحتية والفوقية فضلا عما لحق بممتلكات المدنيين ومؤسسات الدولة في ظل تجاهل حكومي لمأساة ثاني كبرى مدن العراق وإدخال معاناة أهلها المزمنة أدراج النسيان